شو الرد على تحريف الكتاب المقدس؟ الحقيقة، وإحنا بنرد يا أسيس نظارة على تحريف الكتاب المقدس حاببا، بس أقول تحذير بصير إن من يتهم الكتاب بالمسيحيين أو من يتهمنا بتحريف الكتاب المقدس هذه تهمة يمكن أن ترتدي إلى شخص من يتهمنا فممكن أن يتهم أي دين وأي كتاب إذا جازت اتهام الكتاب المقدس بأننا حرفنا فهذه تهمة يمكن أن تقدم لأي دين آخر، لأي كتاب آخر هناك أربعة أسئلة ينبغي في التحريف أن نسألها متى تم التحريف؟ أسيس رضا، بس في شخص بعد الأخ محمد هو يعني عابر للمسيح قال هل الله كان ضعيفا غير قادر على حفظ كتبه الأولى وكلامه ثم فجأة استرد قوته بعد ذلك فحفظ كتابهم؟ وبعدين كيف تم الاتفاق على تحريف الكتاب خلال 1600 سنة؟ يعني خلال فترة كتابة الوحي تفضل أسيس رضا؟ فعلا، فعلا، ما دلنا بقوله أن النهاردة إذا كنت تتهمني بالتحريف أو بتغيير الكتاب فممكن غيري كمان يتهمك بنفس الأمر وكمان يبقى النهاردة زي ربنا قادر أنه يحفظ كلمة كلمة في حدة وهو لا يحفظها في حدة تانية وإزاي إن له لحافظون إزاي يعني؟ علينا نسأل متى تم التحريف؟ هل تم التحريف؟ قبل القرآن مثلا، وإذا كان تم قبل القرآن كان كنا نتوقع أن القرآن يكشف هذا التحريف لو بعد القرآن إذا كان هناك فيه 700 سنة 700 سنة كان هناك مئات النسخ التي وصلت آلاف النسخ التي وصلت وعشرات الترجمات التي ترجمت ولو عندي فرصة أتكلم عن الحكاية دي يبقى بالتالي، متى تم التحريف؟ من قام بالتحريف؟ من قام بالتحريف؟ ده السؤال الثاني لو أن اليهود حرفوا العهد الأديم، كان المسيحيين يفتحوهم لو أ Coronו حرفوا العهد الأديم، كان اليهود يفتحوهم لو أن اليهود حرفوا العهد الجديد، كان المسيحيين هيفتحوهم ولو غيرهم جوانا 해야رفوا في كتاب المقدسا كان اليهود والمسيحيين كانوا يفتحوهم بالتالي وكانوا يهاجموهم من الذي قام بالتحريف؟ ثم ما هي الأجزاء المحرفة؟ أنا أضع التحدي بالفعل، ما هي الأجزاء المحرفة؟ وبالتالي سؤالي الأخير هو ما هي النسخة أو أين هي النسخة الأصلية النسخة التي لم تحرم وإذا كانت هذه النسخة أخفيت أخفيت متى ولماذا لم يتحدث عنها الذين يتحدثون عن تحريف الكتاب المقدس لماذا لم ننتهب بها سوى في هذه السنوات الأخيرة فيما يختص به ثم هناك الترجمة السبعينية هي ترجمة العهد القديم من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية تم سنة 250 قبل الميلاد سمع من فضلك 250 قبل الميلاد إذن هذا يعطينا استحالة تغيير العهد القديم بأي صورة من الصور ثم عندنا عرض المخطوطات للحد سنة 325 لمجمع نقية عرض المخطوطات التي لدينا من الكتاب من العهد الجديد 24633 مخطوطة من ضمنها 5000 مخطوطة كاملة للعهد الجديد حتى عام يرجع تاريخها لعام 325 لمجمع نقية كيف يمكن أن يتم تحريف هذه كلها ثم كيف يمكن أن يتم تحريف الترجمات المختلفة للكتاب المقدس الترجمة السيريانية تمت ما بين سنة 150 لمتين وخمسين الترجمة القبطية تمت ما بين سنة 200 إلى سنة 300 الترجمة اللاتينية تمت ما بين سنة 300 وسنة 400 جيروم عمل ترجمة الفولجاتة سنة 382 وكلمة فولجاتة جاءت منها كلمة فولكلور يعني شعبي سنة 382 عندنا منها 8000 نسخة عندنا 9000 نسخة من الترجمات القديمة حتى عام 325 والنهاردة الكتاب المقدس مترجم إلى 1200 لغة ولهجة أو أجزاء منه كيف يمكن إذن أن يحرف حرف واحد بأي صورة من الصور وعندنا كل هذا الزخم عندنا الاقتباسات التي تمت حتى سنة 325 مجمع نقية الاقتباسات من الكتاب المقدس 36 ألف 280 اقتباس اقتباسها الأباء في كتابتهم المختلفة كيف يمكن أن يحرف الكتاب المؤمنين الأوائل اتبعوا النظام العبراني النظام اليهودي في قراءة النص الكتابي وقسموا العهد الجديد إلى 1797 جزء وكانت الكنيسة بتقرأ هذه الأجزاء بانتظام كيف يمكن أن يحرف الكتاب المقدسة ثم أن المجامع المسكنية صدقت على الكتب المقدسة مجمع نيقية 325 مجمع قسطنطينية 381 مجمع خلق دونية 451 ورغم اختلاف المسيحيين مثلا في مجمع خلق دونية إلا أنهم لم يختلفوا على الكتاب المقدس بأي صورة من الصور لو أننا حرفنا الكتاب المقدس لماذا لم نحذف سقطات الأبطال لماذا لم نحذف مثلا زنى داود وقتل داود لماذا لم نحذف هزيمة شعب إسرائيل أكتر من مرة لماذا لم نحذف أخبار السبي البابيلي والسبي الأشوري وإنكار بطرس وهرب التلاميذ ومقاومة بولس لبطرس وخطايا الكنائس التي نقرأ عنها في سفر الرؤية في أصحاح 2 وأصحاح 3 من سفر الرؤية أنا شخصيا عايز أقول لو أنه فيه هناك تحريف لكنا حرقنا النسخ المختلفة من الكتاب المقدس هناك تباين في قراءات مختلفة في هذه النسخ لكن هذا العدد الضخم 24.633 مخطوطة للعهد الجديد تجعلنا على يقين أن مهما كان فيه هناك تباين في حرف أو كلمة هنا أو هنا لكن أنا من خلال هذا الزخم إلا حرصنا عليه لم نحرق هذه النسخ بأي صورة من الصور ولذلك نحن نستطيع أن نمسك بالكتاب المقدس ونقول هذه كلمة الله بالفعل